السلام عليكم. صديقي العزيز يومك لزيز. اهلا بيك. حابب بس في فيديو ده اوضح حاجة ان انا اساسا ولا هتاجر كلاب ولا بتاجر في الوجبات ولا الكلام ده خالص. انا راجل مهندس تصميمات وعندي شركتي وده شغلي الاساسي. موضوع ووجبات الكلاب ده وموضوع الكلاب ده هواية جنب شغلي. زي ما كل واحد مننا عنده هواية. في ناس بتحب ترسم. فيه ناس بتحب تصطاد. فيه ناس بتحب السفر. فانا هوايتي حب الكلاب. يعني انا بحب الكلاب وعندي كلب. فكنت بقابل مشاكل كتير جدا في تغزية الكلب بتاعي. وكنت بسافر مسافات طويلة علشان اقدر اوفر له وجبة محترمة تغزيه وتخلي صحته احسن وجهاز المناع عنده يبقى قوي. واكتشفت ان فيه ناس كتير جدا عندها كلاب ولا تفقه اي شيء في موضوع التغزية. بيدوله اي حاجة. عيش ماشي. اه شوية عضم ماشي. شوية اه مكرونة ماشي. اه شوية فراخ ماشي. اي حاجة في اي حاجة. وما يعرفوش ان اه الوجبة بتاعت الكلب لازم يكون فيها عناصر معينة لازم تتوفر في الوجبة. لان العناصر دي لما توفرتش في الوجبة على المدى الطويل الكلب صحته بتبدأ في النازل. هو كده كده الكلب لو جعان اي حد. مش الكلب بس اي كائن حي. لما بيبقى جعان بيأكل اي حاجة. سواء بيحبها او ما بيحبهاش هتفيده مش هتفيده. فانت النهاردة ربنا هيسألك على الكائن الحي اللي انت مربيه ده. وعلى الروح اللي عندك دي. فانا النهاردة لما بدأت اعمل وجبات بيلا فريش فود انا كنت بعملها الكلبتي. وبعد كده لما عرفت موضوع ان الناس كتير جدا بتاكل غلط ومش عارفة التغذية السليمة للكلب. فحبيت اعمل الوجبات دي بزود الكمية شوية وبدأت اللي محتاج حاجة بياخدها. هي وجبة متكاملة العناصر الغذائية فيها كل حاجة الكلب محتاجها. عبارة عن هيكل فراخ مفرومة حية مش نافئ. عبارة عن لحمة مفرومة. عبارة عن كمان خضار. خمس انواع خضار بيتحطوا في الوجبة. الجزر والبطاطس والبطاطا والبروكلي. كل حاجة لها نسب معينة. وكمان بحط رز ومكملات. علشان تقوي جهاز المناع للكلب. فدي وجبة بيلا فريش فود. والحمد لله التحدي اللي كان قدامي ان اي كلب يحب الوجبة ويأكلها. والحمد لله دربت على كلاب كتير. اول حاجة على كلبتي بيلا وهي طبعا انفة جدا في الاكل بس الحمد لله كلتها. وفي كلاب تانية كتير كلوها بمختلف الانواع ومختلف الاعمار. فانا النهاردة لما بقول انا بعمل وجبة والله ده المصلحة الكلب ومصلحتك. لانك انت الكلب لو بطن وجعته مش هيتكلم. لو عنده مغص مش هيتكلم. لو تعبان مش هيتكلم. وبعد شوية انت بتحس ان كلبك في النازل وكلبك تعبان وتفضل تلف على الدكاترة وتدوخ عليهم. فانا الهدف الاساسي من ان انا عملت وجبات بيلا فريش فود هو صحة الكلاب. عايز اغير مفهوم التغذية بتاعة الكلاب اللي عند ناس كتير. لازم الوجبة تبقى كاملة العناصر. علشان الكلب وجسم الكلب يستفيد بيها. وده هيعمل ايه? هيعمل على تقويت جهاز المناع عند الكلب. هيعمل على زيادة الطاقة والحقيوية. هيعمل على صحة شعر الكلب وجلده. فهتلاقي كلبك بيبقى احسن مع وجبات بيلا فريش فود. دي كل الكصة بتاعة وجبات بيلا فريش فود. وده الهدف الاساسي منها. والله والله. يا مين يا حسبني عليه ربنا. اهم حاجة بالنسبة لي هو صحة الكلب وان احنا نراعي ربنا فيه. هو ده الهدف الاساسي بتاعي. وده كان فيديو النهاردة. حبيت اعرف الناس. انا ليه عملت الوجبات دي. وان شاء الله باذن الله اي حد هيتلب الوجبة هتبقى متوفرة. وباذن الله ربنا يحفز كلابكم جميعا. واشوفكم على خير ان شاء الله. سلام. اشتركوا في القناة